بروح لزملتنا سالة حامد ولقاء مع حاتم البحيري تفضلي يا سالة برحب بك يا كابتن هايسن طبعا وبرحب بكل ديوفك الكرام في الستوديو وكل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان وبعد الفوز على نادي سبورتينج في تاني مباراة من باست اوف فايف وبطولة دوري السوفر للرجال يمكن معي واحد من نجوم مباراة اليوم كابتن حاتم البحيري كابتن حاتم طبعا في البداية برحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي ومليون مبروك فوز النهاردة مهم يعني فيه مباراة مهمة وكمان يعني ما شاء الله شفنا حضرتك يعني مش بس الكوارتر الاولاني الكوارتر التاني لا الفور كوارترز تقلق كبير جدا منك من كل لعبة من النادي الاهلي الله يبارك فيك وتحياتي لكابتن هايسن من كل المجد في الستوديو والله والحمد لله يعني يمكن حصل ظروف مبارح في ماتش مبارح محترف لسه جديد مهزوزين شوية مرضو محترف ميش محترف جاه عندنا إصابات إصابات يعني مهمة في الفرقة ده أثر علينا شوية بالسلب يعني في مبارح بس هو اللي حصل ده النهاردة ده وضعينها الطبيعي الطبيعي ان احنا نخلص سيريس دي 3-0 حصل اللي احنا دروب في ماتش بس بإذن الله نقدر نكمل السيريس دي بالفوز بإذن الله الترحدي ميكان مباراة مبارح أمام سبورتينج يعني أول مباراة في الباستوب 5 يمكن الحمد لله مقصرتش على النادي الاهلي وده شفنا النهاردة والله احنا متعودين اللي دائما النادي الاهلي اللعبت وتبع تحت ضغط ضغط نفسي ضغط بدني متعودين ان احنا حتى لو قدر الله وربنا ما كرمش في يوم دي أوف زي مبارا احنا ما كناش موفين خالص ان احنا نقدر نقوم نفسنا وهذه الفرقة الكبيرة ان هم يقدروا يقوموا بسرعة عادي اللعبة مكسب وخسارة بس المهم ان يعرف نقوم احنا الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة وقدرنا نجمع بعض ونقوم بعض وربنا كرم في وقت قصير قوي من المبارح للنهاردة الحمد لله كتر حدي ممكن لسه ندي الاهلي ما حسامش التأهل ولكن ان شاء الله هنحسمه ويكلمني عن استعداداتكم ان شاء الله للمبركة دونما امام سبورتنج بإذن الله التأهل يقوم من اسكندرية من ارضهم بإذن الله عندنا ماتشين يوم الثلاثة والأربع بإذن الله عندهم في الملعب بتاعهم ماتشات دي اعتبر ماتشات كاس يعني كل ماتش وليه حسابه بإذن الله خطوة خطوة بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا في الماتش اللي جاء عندهم في أرضهم ونعدي بيه بإذن الله كابتان حدي بشكرك جدا ومليوم مبروك وان شاء الله بالتوفيق دايما الله بري فيك مرسي جدا كابتان هيسن دايما كان لقاءنا مع كابتان حدي من البحري واحد من نجوم مباراة اليوم والآن لعودة مرة أخرى للستوديو سالح حامد بشكرك شكرا جزيلا واكيد كمان بني شكر مينة ماهرة على التغطية بعد المباراة وما قبل المباراة